حارس مرمى النادي الاهلي كان احسن حارس في هذه البطولة حمزة علاء واحنا قلنا هنا اكتر من مرة ان الاهلي عنده افضل حراس موجودين في افريقيا في جمع المراحل السنية شناوي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء وحمزة علاء على مدار البطولة كل زملاءه في الاهلي وحراس الاهلي كانوا بيكلموه على مدار البطولة حمزة علاء رغم الهدف اللي احرس في مرمى بالامس ولكن الاتحاد الافريق كان واخد قرار من خلال اللجنة الفنية افضل حارس مرمى في البطولة هو حمزة علاء حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الاليمبي كمان ابراهيم عادل عمل بطولة على اعلى مستوى ابراهيم عادل نجم في فريق بيراميدز ان شاء الله نتمنى له التوفيق كان من النهاردة كتير جدا على ان فكرة عروض احتراف ممكن اندرلاخت يتفاوض لضم اللاعب انا اتمنى يا رب ان شاء الله نشوف ابراهيم عادل الفترة الجاية في الدوريات الاوروبية الجيل ده اتمنى الفترة الجاية على الاقل يخرج منه خمس ست لعيبة لان الجيل ده مع جيل المنتخب الاول هيبقى لعيبة مهمة جدا وجيل قوي جدا لمنتخبنا في كأس الامم في القد فور انبارح حبيت اسأل ليه انبارح الكابتن محمد براقات رئيس البعثة مكانش موجود في مراسم التتويق ولنا عارفين دايما حتى سيستم الاهلي لما بيكون فيه رئيس البعثة هو اللي بيكون موجود على منصة التتويق ولكن محمد براقات مبارح كان عنده حالة خزن جديدة جدا مكانش يقدر يقف في منصة تتويق او ينزل فنزل مكانه الكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري وبصراحة بأمانة كل التحية والتقدير لمحمد براقات وحازم امام السنادي على التخطيط الجاد اللي حصل بالنسبة للمنتخب الاول والاولمبي ونتمنى التوفيق للفترة اللي جاي لما بنشوف حاجة غلط بننتقد ولما نشوف حاجة يجابية لازم نشيد بالمسؤولين اللي اشتغلوا على هذه الفترة وبجد تحية ليهم وتحية لميكالي على انه قدر يصنع جيل قوي جدا ناس كتيرة كانت رفضة تضرب هذا الجيل ولكن الراجل بصراحة من خلال قدراته التدريبية عمل فريق مميز بيقدر يدافع بشكل جيد جدا وفي نفس الوقت بيقدر يهاجم وبيحرز اهدافه بيعرف يكسب والبعض يقول لأصل البطولة دي ممكن تكون ضعيفة فالمنتخب قدر يوصل للمراحل دي هي فين الكودفور فين الكاميرون فين السنغال غانة حتى خرجت من الدور الأول لا يا جمعة لو بسطوا على مجموعة مصر هتلاقوا معنا الجابون نيجيريا الجابون مالي والنيجر الجابون مالي النيجر دول التلات فرق اللي اقصوا السنغال والكودفور والكاميرون يعني التلات فرق المدارس القروية الكبيرة في أفريقيا خرجوا على ايد المنتخبات التلاتة اللي كانوا مع منتخب مصر في المجموعة فمجموعتنا كانت صعبة على فكرة مساعدنا أول ولما كسبنا غينية في نصف النهائي غينية دي اللي أقصد غانة يعني المباراة الفصلة في الجولة التالتة ما بين غينية وغانة كان الكازمانية تأهل على طول ادريت غينية تقصي غانة لما لعبنا غينية فرضنا قريتنا على فريق غينية وكسبناه حتى المغرب كان عندنا قدرة أن نكسب المغرب وحتى الزملاء الإعليمين في المغرب كلهم بلاستثناء مباراة أثناء المباراة كل كان بيشيد جدا بأداء منتخب دلوطن والبعض منهم كان متفاجئ كمان أن الجيل ده من منتخب مصر كلهم بيلعبوا في الدورة المصر ما فيش ولا لعب محترف فآه خسرنا بطولة ولكن كسبنا جيل ممكن نبنى عليه خلال الفترة اللي جاي والهدف الأساسي من البطولة دي هو التأهل للألعاب الأولمبية فألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي ألف مبروك لحمز علاء مبروك لإبراهيم عادل ولكل أفراد هذا الجيل العظيم اللي ظهر بشكل كويس جدا ومشرف في بطولة المغرب تحت 23 سنة